والحديث عن هذا اللقاء وفاقه معنا من أنطاليا مرسلنا مهران عيسى مهران كيف تبدو تصريحات المسؤولين للأتراك بعد هذا اللقاء إلى الآن؟ نعم الرئاسة التركية أعلنت في بيان على لسان رئيسة تركيا رجب طيب أردغان أن اللقاءات بين الرئيس رجب طيب أردغان وأمين عام حلف النيتوماسا أمس كانت إيجابية ومثمرة أيضا كانت هناك تغريدة للأمين العام لحلف النيتو قال فيها أيضا ذات الكلام بأن كان لقاءه مع الرئيس التركي مثمر ويعني رحب الطرفان بإنشاء خط ساخن بين الجيشين التركي واليوناني شرق المتوسط لتفادي وقوع أي احتكاك بين القطع الحربية العسكرية التركية واليونانية هناك طبعا هذا جاء بفضل لقاءات رعاها حلف النيتو في مقره الرئيسي ببروكسل على مدار الأسابيع الماضي عبر ست لقاءات متتالية ويتم التخطيط الآن لعقد الاجتماع السابع نتج عن هذه الاجتماعات اتفاق مبادئ من أجل عدم احتكاك القطع البحرية التركية واليونانية شرقي المتوسط كذلك هنا لا بد أن نشير أيضا إلى أن المنورات التي أعلنت عنها اليونان بدأت الخامسة صباحا فجرا انصح التعبير وانتهت بعد أربع ساعات فقط طبعا هذه المنورات ستكون منها جولة ثانية بعد غد الخميس هذه المنورات التي احتجت عليها تركيا بإشعار نافتيكس مباشرة بعد الإعلان اليوناني تركيا تقول بأن هذه المنورات تجرى في المياه الإقليمية التركية ولا يحق لليونان إجرائها في هذا المكان لكن اليونان تعتبر إجراء هذه المنورات يأتي بين جزر تتبع لها رغم أن هذه الجزر قريبة جدا من اليابسة التركية وبالتالي اليونان ترى بأنها لا تقوم بأي خرق للقواني وحقيقة هذا هو صلب الخلاف التركي اليوناني لكن رغم إجراء هذه المنورات إلا أننا حتى هذه اللحظة لم نشهد أي توتر أو احتكاك عسكري شرقي المتوسط ويبدو بأن تركيا اكتفت فقط بالاعتراض عبر ذلك عبر نافتيكس والمسؤولين الأتراك السياسيين لم يعلقوا على ما يبدو منعا لتصاعد التوتر أكثر مع اليونان نعم إذا كان معي من انطاليا ومراسلنا مهران عيسى ترجمة نانسي قنقر